فتاة أردنية رأت نهايتها بعينها بعد أن تعرضت لحادث مروع لكن ما حدث بعد ذلك جعل الجميع يتحدثون عن تلك الطفلة خصوصا بعدما قاله والدها من تعليق أثار ردود أفعال واسعة فما القصة؟ قصة جديدة لفتاة ذهبت إلى العالم الآخر بسبب سقوطها في بركة حوض السباحة حيث شهد فصل الصيف الحالي تعدد الحوادث من هذا النوع في الأردن لكن نهاية هذه القصة كانت سعيدة حيث تدخلت العناية الإلهية وأعادت تلك الطفلة إلى عالمنا مرة أخرى بعد أن رأت النهاية بعينيها كما يقال في الأمثال وذلك بفضل ما قدمه رجال الدفاع المدني في إربيد فعقب تقديم التوجيهات اللازمة للطفلة عبر الهاتف والإسراع في الوصول إلى الموقع تمكنت كوادر دفاع مدني شرق إربيد من إنقاذ حياة فتاة تعرضت للغرق في بركة سباحة خاصة في محافظة إربيد وحال وصول سيارة الإسعاف تم إجراء عملية إنعاش ناجحة للفتاة ونقلها لاستكمال العلاج لأقرب مركز طبي خلال وقت قياسي وقال الوكيل المسعف ليث المحمدة إنه فور ورود بلاغ عن وجود حالة الغرق لفتاة داخل أحد المسابح في المنطقة تم التحرك على الفور للموقع وعند الوصول تبين وجود فتاة فاقدة للعلامات الحيوية النبض والتنفس وظهرت عليها علامات الغيبوبة حيث تم على الفور تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء عملية إنعاش لها وكانت ناجحة وأضاف أنه أثناء نقلها إلى المركز الطبي عادت للفتاة علاماتها الحيوية وتم تسليمها لأقرب مركز طبي خلال وقت قياسي وبصحة جيدة من جانبه أكد العريف المسعف أحمد صالح أهمية التعامل الصحيح من قبل الأهل خلال عملية الإسعاف عبر الهاتف وطمأنتهم وأكد المسعف أن كوادر الدفاع المدني لديهم من الخبرة والتدريبات اللازمة للتعامل الصحيح مع الأهالي كونهم يمرون بحالة من التوتر والقلق وذلك خلال إجراء عمليات الإسعاف لعدم توفر الخبرة الكافية لديهم بالتعامل مع هذه المواقف وبين المسعفان أن مديرية الدفاع المدني تملك أفضل المعدات والأجهزة وسيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات الإسعافية المختلفة وأن كوادر الدفاع المدني يتمتعون بالحرفية والمهارة اللازمة ولديهم الخبرات والتدريبات من خلال الدورات المتواصلة والتي تؤاهلهم للتعامل مع مختلف الحالات وتقديم الخدمة الفضلة للمواطنين من جانبه ثمن والد الفتاة الجهود التي قامت بها كوادر الدفاع المدني وسرعة الإجراءات التي تم اتخاذها والحرفية العالية التي يتمتعون بها والتي ساهمت في إنقاذ حياة ابنته وهو الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعية حيث أكدوا أن ابنته فعلاً كتب لها عمراً جديداً وكانت على وشك مفارقة عالمنا مطالبين الأهالي بمتابعة أبنائهم وعدم إهمالهم خصوصاً عند تواجدهم بالقرب من تجمعات المياه لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تنتهي في أغلبها للأسف نهايات مأساوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر